بعد فتحها محاورة وجبهات جديدة ضد تنظيم داعش التكفيري مكنتها من تحرير عدة أحياء في مدينة الموصل ومنها الثورة والنصر والتنك وتكبيدها الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد تستمر القوات العراقية المشتركة في معاركها محققة من خلالها المزيد من التقدم في الميدان الصحة الثانية في الجانب الأيمن للموصل أحد الأحياء الجديدة الذي تمكن الجيش العراقي من السيطرة عليه ورفع العلم العراقي فوق مبانيه بعد معارك طاحنة تخللتها اشتباكات عنيفة قتل على إثرها العديد من الإرهابيين وأصيب آخرون النجاحات المميزة للقوات العراقية لم تتوقف عند مدينة الموصل فقضاء حديثة في محافظة الأنبار شهد هو الآخر عمليات عسكرية للجيش العراقي حرر من خلالها مناطق جديدة من عصابات داعش ومنها منطقة مخاز حديثة والطريق الرابط بين حديثة وتيوان الذي كان التنظيم الإرهابي يستخدمه لشن هجمات على القضاء ومنطقة الحقلانية والقطعات العسكرية القريبة منها قوات الحجد الشعبي بدورها أحبطت محاولة تسلل لإرهابيين إلى قرية الشيخ علي في جبال مقحول شمالي محافظة صلاح الدين في وقت تم تدمير وكر لتنظيم داعش خلال عملية عسكرية واسعة شملت ثلاثة وديان شمال شرق بعكوبة بمحافظة ديالة